هلأ علم النفس العكسي كله برجع يعني بابسط طريقة بقدر احكي انه لما انت بدك تكون بدك الشخص يتصرف بطريقة معينة بتروح تحكي له التصرف او السلوك العكسي عشان تاخد السلوك اللي انت بدك اياه هلأ مرات هذا الاشي طبعا بيكون فيه تلاعب وهذا الناحية السلبية من مفهوم علم النفس العكسي بس مرات ممكن يكون له ايجابيات زي مثلا بالتربية خاصة مع فئات عمرية مختلفة زي التينيجرز المراهقين حلو طب هلأ فعليا ايش هو يعني علم النفس العكسي يعني او انا لما استخدم علم النفس العكسي ايش هو فعليا شو بيصير شو بيعملو الناس هلأ علم النفس العكسي هي ردة فعل سلوكية عشان لما الشخص يكون بده سلوك معين يقدر ياخده هلأ كيف هذا الاشي بيأثر على الشخص اللي عم بيعمل السلوك انه بترجع كلها هي لفكرة الحرية الحرية اتجاه القرارات يعني لما الشخص يحس انه هو ما عنده حرية اتجاه قراراته بصفي بده يتصرف بطريقة عكسية حتى لو بعرف انه السلوك العكس هو سلوك خاطئ او ممكن يكون سلبي او يأثر عليه بطريقة سلبية احيانا بصير مثلا في مشاحنات في الاسرال مثلا الابن بده اشي معين والاهل رافضين ففي منطقة معينة بيئس والاهل بيستخدموا هذا الاسلوب احيانا بوعي احيانا مش بوعي فلو خلاص اوكي روح سوي اللي بدك يا اعمله فبصير عنده تأنيب ضمير مثلا الولاد بيبطل بده يعمله لما صار مسموح بالنسوه وبعمل الاشي اللي كانوا اهله بدهم بالضبط ونقول دائما انه كل ممنوع مرغوب فبصفي ايضا انه لما اطلب من شخص انه يمتنع عن اشي معين بصير بده يعمله حتى لو هو حاسس هو شعور شعور انه الرغبة بالحرية هلأ هذا الشعور بالرغبة للحرية هي الحرية اصلا من شخص لشخص تعريفها ممكن يختلف فيه ناس بالنسبة لهم الحرية لأفكارهم اشي كتير مهم فيه ناس بالنسبة لهم الحرية لمشاعرهم اشي كتير مهم وهذا كمان برجع للطريقة اللي احنا منحط فيها حدود يعني مثلا فيه ناس بالنسبة لهم منسميها الانتلكتشوال باوندريز الحرية اتجاه المفاهيم والمعتقدات طبعون الشخص بتكون مهمة عن شخص شخص ثاني ممكن تلاقي الحدود العاطفية عنده كثير عالية فالحرية هي أصلاً من شخص لشخص رح تختلف والحرية هي بترجع لقدرة الشخص انه يحس حاله انه عنده كنترول على حياته على نفسه على شخصيته على قراراته وهذا الاشي كله برجع للنجاة فبالأخير هي أصلاً ردة فعل ممكن انها تصير بلا وعي وبنفس الوقت ممكن تصير بوعي لما الشخص يحس انه حاجاته ما عم تتلبى صوته ما عم بنسمع قراراته ما حدا عم بيحترمها فبصير بده هاي الحرية اتجاه قراراته اتجاه شخصيته والتعبير عنها فبصير يتصرف بالتالي بهذه الطريقة طب العلاج النفسي العكسي يستخدم بالتعديل السلوك او بالعلاج النفسي بشكل عام لا ما في عندنا مفهوم اسمه علاج نفسي عكسي للمعالج النفسي كتير مهم انه يفهم ايش معتقدات الشخص يعني مثلاً لما يأتي على العلاج المعرفي السلوكي العلاج المعرفي السلوكي بتطلع اكتر على المعتقدات الشخص اللي رابطها اتجاه نفسه الأشخاص الحوالي العالم الحوالي من وراء استجارب ممكن مر فيها وكيف هدول المعتقدات عم بشكله الطريقة اللي بفكر فيها بشعر فيها وبتصرف فيها لأنه بالأخير الفكر والمشاعر والسلوك هي حالة وجودنا كل يوم احنا بكل اشي بنعمله بحياتنا عم نفكر عم نشعر عم نتصرف فالعلاج العكسي هون بيجي الشخص بينه وبين نفسه وبالأخير الشخص هو لازم يحمل مسئولية نفسه لما بيجي الشخص عشان بفوق يعني لصيكولوجيكال تريتمنت انه بده علاج نفسي سواء كان مشخص بمرض او بس بده يعرف كيف يتكيف بصعوبات بحياته اذا هو ما حس بمسئولية نفسه وحمل مسئولية صحته النفسية هذا الاشي بالأخير هيحد من من جودة حياته فهو على الشخص دور انه هو يحس بهاي المسئولية وما يستعمل الريفرس سايكوليجي او علم النفس العكسي على نفسه ممكن الشخص يستخدم ريفرس سايكوليجي على نفسه طبعاً مش بس من ناحية سلوكية حتى من ناحية فكرية وهذا موضوع جداً مثير لانه احنا لما منعاني او لما منمر بصعوبات بحياتنا كتير اسهل للعائل يلعب دور الضحية بصير تفكتمايز كل شيء الشخص عم بمر فيه انه انا ضحية الالتجربة هاي انا ضحية الشعور تبع الالم او انا ضحية هذا السلوك فبصفي كتير اسهل للعائل انه يقعد بالزون الكمفرد زون من انه يواجه انه مرات ممكن تنتج سلوكيات سيئة او سلبية من الشخص او ممكن هو ما بعرف كيف يبرمج مشاعره فالمشاعر السلبية اصلاً هم جزء طبيعي من حياتنا احنا مش لازم نتخلص من المشاعر السلبية احنا لازم نعرف كيف نتعامل بطريقة صحية اكتر ماهم يعني من دون القلم مستحيل عملنا بحياتنا نعرف ايش يعني السعادة من دون السترس ما رح نعرف ايش راحة البالة فالمشاعر السلبية بتلعب دوري كبير على قدرتنا على النجاة بالنهاية كل المكنزمز او كل الطرق اللي بيستخدمها العقل ليحمي نفسه لها علاقة نوعاً ما بالهروب من المسؤولية او الهروب من الواقع ممكن نعتبرها انه ريفير سايكولوجي او ممكن نعتبرها علم نفس عكسي نحنا من مارسو ضد انفسنا نحن نكون بجوز احياناً واحد بوعي او لاوعي بيكون طرق للدفاع عن نفسه او طرق لنسيان الالم مثلاً فالها علاقة؟ طبعاً او يعني مثلاً نقدر نطلع على الناس اللي بيمروا بالصدمة الناس عندهم اضطراب مع بعض الـ post-trauma stress disorder الناس اللي بيمروا بهذه التراوما بيصير عندهم اصلاً فقدان للذاكرة بيصير حتى الـ experience نفسه ما بتذكروه صح فبيصيرهم اصلاً عم بتصرفوا بطريقة انه هم الضحية فهذا unconsciously عم بيأثر عليهم بهذه الطريقة بلا وعي نعم نعم طب هل انت بتشجعي اي شخص حاسس انه عنده القدرة يستخدم طريقة علم النفس العكسي حتى لو على اشخاص هو مسؤول عنهم ابناءه مثلاً سواء صغار او مراهقين هل بتشجعي انه يستخدم هذا الاسلوب اذا بحس انه ممكن ينجح؟ بصراحة سؤالك جداً مهم لانه كتير من شوف مرات بالتربية الاهل بحسوا انه اسهل يستعملوا اسلوب علم النفس العكسي عشان يخلوا الطفلهم او ابنهم يتصرف بطريقة معينة اللي هم بالنسبة لهم شايفينها الطريقة المثالية هلا بحب قبل ما اكمل احكي انه ما في اي ام او اب بيكون جاهز مية بالمية يكون ام او اب يعني احنا بنتطلع عادة على اهلنا انهم هم سوبر هيروز لو قد ما الشخص يقرأ يتعلم يحاول يكون احسن ام او اب الاسم نفسه مو سهل فكل ام او اب اول اشيء يعطيهم العافية على الافرات اللي بحطوه اتجاه ولادهم لما نيجي انطلع على العلم النفس العكسي اتجاه الاولاد هذا خليني احكي زي ايزي وي اوت هي طريقة سهلة انه الشخص يطلع من صعوبة تربية الطفل لانه مش اشيء سهل الطفل بحتاج خاصة لما نيجي انطلع على فئة التينيجر المراهقين بحتاج انضباط بدهم ديسبلن ما بدهم انهم هم ياخدوا the easy way out يحسوا انهم عندهم الحرية انهم يعملوا ايش ما بدهم خاصة بهذا العمر لانه اذا حسب هالحرية ايش يعمل الطفل بهذا العمر بسن المراهقة فبالعكس بهذا العمر خاصة مو لازم نعطي الشخص حريته قد ما لازم نعلم الشخص الانضباط وهذا الاشي برجع كمان مش بس عشان الشخص يعرف يتكيف بحياته بس بالاخير هلأ في الشخص ضمن عيلته بس كمان ضمن المجتمع نعم يعني اذا الشخص اخذ هاي الحرية ممكن كمان انه نطته ادهير للقوانين اللي موجودة بالمجتمع نعم لانا لما ذكرتي الاهل انه ممكن يتصرفوا في هاي الطريقة لانهم احيانا ما بكونوا جاهزين بحس انه ممكن هو بسبب الاحباط او عدم القدرة على التربية فعليا انه مثلا انا عندي ابني بنام كتير فبصفي انا مش عارشو بدي اعمال فصير حك له خلص نام انت حر سوي لي بدك ايا انت تحمل مسؤولية حالك وبتركه ينام وخلص ما بحاول انه اساعد بتنظيم نومه مثلا فبلا انا مش قادر مش لانه انا فعليا انه عم باستخدم هذا الاسلوب صح ما هو هون الخط خليني احكي لانه عادة احنا لما منطلع على التينيجر ومنشوف مثلا عندهم طاقة زيادة او عن بنامو زيادة او عندهم مثلا اوور ايتنك تندنسيز انهم ما عندهم كنترول على شهيتهم للأكل الاهل بصيروا يطلعوا على هاي كمشكلة الطفل نعم فبصفي الاحباط مو عارف كيف يتصرف مع طفله عشان احنا بالعلاج لما بيجوا مثلا عنا تينيجر احنا مش بس منعطي الثرابي او العلاج للتينيجر جزء كبير من العلاج هو للبايرنت عشان يعرفوا كيف يتصرفوا مع ابنهم مش اشي غلط انه الشخص يعني يطلبوا هاي المساعدة انهم بس يفهموا ايش عم بصير مع طفلهم باعمار مختلفة ليش عم بصير ردة الفعل هاي عشان هم يعرفوا كيف يتكيفوا مع طفلهم بالاخير هم كمان بني قادمين لهم حق على نفسهم لهم صحة لهم صحة لهم صحة نفسية فلما يتراكم سترس 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 والام او الاب يحسوا بسترس انهم هم خلص يعني زي كيف بحكوا ثفح الكيل مش قادرين انهم يربوا ولادهم بصفي انه هو كمان بحتاج هذا الدعم نعم نعم جميل جدا لانا بدأ اتشكرك يعني موضوع يعني هو ممكن انه يبدو معقد نوعا ما ولكن إذا هيك فكفكنا شوي وقدرنا نفهمه كد رح ساعدنا نتعامل مع الاشخاص وساعدنا انه نفهم اذا في شخص معين عم يستخدم هذا الاسلوب ضدنا بشكل عام في الحياة شكرا كتير إلك اهلا وسهلا لانا شار رفتنا